اشتركوا في القناة اياني رايح تحكيوا عن رحلة قمتم بها وعن الاماكن اللي زرتهم خلال هذيك الرحلة هذا هو المقصود بما صار رحلة انا راني حاولت لمدلكم مثال ودرتكم فقرة قسيرة بابسط طريقة ممكنة وهكذا كامل التلاميذ يقدروا يتبعوا يفهموا هامله ما تنسوش كي العدد الضغط على زي الاشتراك ومتابعة القناة ويضا نبدأوا الفيديو التانى مع بعض Let's start our video Situation of integration وضعية ادماجية تبعوا معي نقرأوا الموضوع عن صحة Last spring You went with your family On a road trip Around few cities in your country Where you visited many touristic places في الرابع الماضي ذهبت مع عائلتك في رحلة حول بعض المدن الجزائرية أين قمت بزيارة العديد من الأماكن السياحية نواصلوا Write a short passage in which you describe this trip Follow the itinerary اكتب فقرة قصيرة تصفوا فيها هذه الرحلة اتبع المصار You may use the following notes Verbs Start Go Visit Travel Enjoy In the past temple هلما تدركوا مجموعة من الأفعال لتقدروا تستخدموهم خلال الفقرة نتعكم ولكن رحين تستخدموهم في الماضي الباسط In the past temple لأنكم رحكم تحكيوا عن رحلة قمتم بها في السابق في الرابع الماضي ولذلك رحين تستخدمو سيغة الماضي ورحوم كاتبينها لكم بين قوسين In the past temple في هذا الوضع يليد ماجيه مدونا ما صار رحلة رحين نتبعوه ونكتبو عليه ولهذا رحوم كاتب لكم Follow the itinerary إذن هنا لازمنا نتبعو هدك المصار اللي راح في الأسفل ونكتبو عن رحلة قمنا بيها لهذه الثلث ولايات المذكورة نتمة ليهما ولاية تليمسان الجزائر العاصمة وولاية بيجاية وهنا ننبه لعديد من التلاميذ إذا قالكم الأستاذ اكتبو عن رحلة قمتم بها وما قيدكمش بما صار محدد هنا لكم الحرية نتع تكتبو عن أي رحلة قمتم بها لكن إذا الأستاذ حدد لكم المصار تع الرحلة كما راهم ديرين لهنا يا هنا لازمكم تكتبو واش تطلب منكم الأستاذ يعني إذا كتبت لها بطريقة مختلفة وعن رحلة أخرى ما تتفاجعش لما مدلكش عالمة جيدة لأنك ما تتابعتش المطلوب منك في هذه الفقرة نمشي والآن نقرأ المعلومات اللي من دهمنا في المصار في مدينة نمسان ذكرنا قصر المشور اللي هو معلم أثاري في هذه المدينة والذي بنية في القرن الثالث عشر هنا في مدينة الجزائر العاصمة ذكرنا كذلك معلم فيها واللي هو مقام الشهيد وأخيرا في بجاية واش ذكرنا ذكرنا عن النباتات والغابات ومختلف المساحات الخضراء اللي فيها وهذاك واش نقصده بكلمة وكذلك بالريمال الذهابية لشواطئها المطلة على البحر الأبيض المتوسط إذا هادو مجموعة معلمات مده منا باش نكتبو حنايا الفقران تعنا أنا فهمتكم باللي راني كاتب بفقرة بسيطة تبعوا معي كيفاش كتبت وراني مستخدم المعلومات اللي مده منا ببعض الإضافات وهذا هو المطلوب منكم انتوما كذلك كراحين تكتبوا ما راحينش تكتبوا فقط بالمعلومات اللي مده ملكم وإنما راحين زيدوا بعض الإضافات من عندكم تبعوا معي أمليح في الرابع الماضي كان الجو دافئا ومشمسا لذلك أنا وعائلتي قررنا الذهاب في رحلة حول بعض المدن الجزائرية هذه نايا كانت عبارة عن جملة استخدمتها كمقدمة للفقران تعيه نواصلوا أولا بدأنا رحلتانا من الغرب زرنا مدينة لمسان الجميلة استطعنا رؤية العديد من المعالم الأثرية مثل قصر المشور الذي بنية في القرن الثالث عشر إذا لاحظتوا راني استخدمت المعلومة الأولى اللي مده هنا واللي كانت خاصة بقصر المشور نواصل بعد ذلك ذهبنا إلى مدينة الجزائر والتي تمثل العاصمة الجزائرية أحببت مقام الشهيد هو ذكرى مخلدة لثورتنا إذا راكم تلاحظوا اللي هنا يبلغاني نستخدم المعلومات اللي مده هنا ببعض الإضافات هكذا بش تكون عندي فقرة متناسقة أخيرا ذهبنا إلى مدينة بيجايا أين استمتعنا بالخضرة وبالريمال الذهبية للبحر الأبيض المتوسط وبهذا نكون استخدمت كل المعلومات اللي مده هنا وآخر حاجة قدرتها اختمت بجملة كانت رحلة رائعة مليئة بالمغامرات المميزة وبهذا نكون اكتبت فقرة قصيرة وحكيت فيها عن ما صار الرحلة اللي طلبوه مني وإذا راكم تلاحظوا فهذا الفقرة نستخدم العديد من الأشياء اللي قريتوهم خلال الفصل الأول مثلا راني مستخدم الماضي البسيط وهم هذوك الأفعال اللي راني كاتبهم بالأسود كذلك راني مستخدم وهي مجموعة من الكلمات نستخدموهم باش نقوموا بترتيب الأحداث مثلا بالإضافة إلى أني استخدمت العديد من الصفات اللي قريتوهم خلال الفصل الأول مثلا وراني كذلك من استخدم المبني للمجهول واللي رامكتو في هذه الجملة وإلا كتبتو فقرة بنفس الطريقة ما يكونش فيها أخطاء إملائية وتكونوا مستخدمين العديد من الأشياء اللي شفتهم خلال الدرس نتوعكم كما راني دايرانة في الفقرة هذه راحين أكيد تديوا العلامة الكاملة ونذكركم بأنه أهم حاجة خلال كتابة الفقرة هي أنكم اتبعوا الموضوع عن طريق الفقرة نتاعكم وهذا هو الخطأ اللي يرتكبه العديد من التلاميذ ونذكركم كذلك بأنه هذه الفقرة عبارة عن مثال باش تراجعوا به طريقة كتابة فقرة عن مصار رحلة اللي يعرف يكتب أحسن منها أكيد يقدر يكتب واللي يحب يبدل بعض الأشياء فيها أكيد يقدر يبدل نتمنى أنه الفيديو تاليهم كان مفهوم وتكونوا استفتوا نتلاقوا في فيديو مقبل بحول الله Thank you guys for watching I'll see you next time Goodbye